التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مع فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وذلك بالقصر الرئاسي في العاصمة إسلام باد ولدى وصول جلالته كان في استقباله فخامة الرئيس الباكستاني الذي رحب بجلالة العاهل المفدى وبزيارته لباكستان متمنيا لهذه الزيارة كلة النجاح والتوفيق اشتركوا في القناة ثم عقد جلالة الملك المفدى وفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية اجتماعا تم خلاله استعراض العلاقات التنائية التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين المسلمين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهم المشتركة اضافة الى بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك وقد اعرب صاحب الجلالة العاهل المفدى عن سعادته بزيارة جمهورية باكستان الإسلامية ولقائه مع فخامة الرئيس الباكستاني وكبار المسؤولين الباكستانيين كما اعرب جلالته عن جزيل شكره لفخامته على ما حظي به جلالته من حسن استقبال وكرم الضيافة خلال هذه الزيارة التي ستسهم بمشيئة الله في تعزيز عرى التعاون الثنائي على كافة المستويات واكد جلالة الملك المفدى تطلع مملكة البحرين لاستمرار تنمية وتوسيع علاقات الأخوة التي تربطها مع فاكستان بما يحقق الخير والمنفعة لشعبيهما مثمنا جلالته مواقف جمهورية باكستان الإسلامية الداعمة لمملكة البحرين والتي تأتي انطلاقا من الروابط والصلات المتينة التي تجمعهما كما أثنى جلالته على جهود باكستان في دعم علاقاتها مع شقيقاتها الدول الإسلامية وتعزيز التعاون والتضامن الإسلامي وخدمة قضايا العرب والمسلمين وأنوها جلالته أيده الله بما تقوم به الجالية الباكستانية في مملكة البحرين من أسهام وبناء مثمر في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها المملكة على الأصعيدة المختلفة وتمنى جلالة الملك المفدى لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها المزيد من الرقي والتقدم والتطور بدوره أشهد فخامة الرئيس الباكستاني ممنون حسين بهذه الزيارة الهامة التي يقوم بها جلالة العاهل المفدى لباكستان والتي تأتي تعبيرا صادقا عن عمق العلاقات ووشائج الأخوة الإسلامية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين معربا عن تطلع بلاده لزيادة التعاون مع مملكة البحرين وتعزيزه في كافة الميادين لتحقيق المنفعة المتبادلة مؤكدا فخامته أن باكستان قيادة وشعب تكون كل التقدير والاعتزاز لمملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى مشيدا فخامته بتطور الذي تشهده مملكة البحرين في البجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية معربا فخامته عن تمنياته بأن تستمر الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين وتبادل الوفود التجارية للمساهمة في تعزيز التعاون التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان متمنيا لشعب البحريني دوام الازدهار والتقدم والنماء بقيادة جلالة الملك المفدى